السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايك يا شباب عاملين اي يا رب تكونوا دايما في صحة وسعادة. في الفيديو بتاع النهاردة وريد كتول بستخدمها اي وقت بكون بعمل في بودجت او تايم سيريز فوركاستنج. والتول دي هي الفوركاست بلت ان فانكشن اللي موجودة في الباور بي اي. في برضو سيميلر تول ليها موجودة في الاكسل للفوركاستنج بس احنا النهاردة هنتكلم عن الباور بي اي. وممكن بعد كده بناعمل فيديو عن الفوركاستنج بالاكسل. انا هنا عندي دمي س وعندي هنا الفيجرز بتاعة السيلز. وهي بتديني رقب من مية الف لمية وخمسين الف. خليه نفتح باور بي اي. وممكن هي زي ما تعلمنا ندوس جيت ديتا ونختار الفايل اللي احنا عاملينه. وفي تارية اسرع بما اننا عندنا هنا تابل واحد بس. فممكن ندوس انتر ديتا. وبعد كده ناخد الديتا بتاعتنا دي كافي. ونيجي هنا نحطها. هتلاقيه حطي لنا التابل هنا وقال لنا حتى ان هو عارف لوحده ان اول رودة يعتبر. نشارك على ديتا كلها تمام وبعد كده ندوس لود. تمام. دلوقتي التابل زهر عندنا. هنقدر نختار كبرها شوية. حطي فيها الديت والسيلز. هو هنا عامل جروبين للسيلز باليير. بس احنا مش عايزين كده فخلينا ندوس على الصهم بتاع الديت هنا ونخليها ديت بس. تمام كده ظهرت الديتا بتاعتنا شهر بشهر. ممكن نروح على الفورمات الواي اكسز. هنا بقى ان فيه كتير جدا لان هو بدء من مية لحد مية وخمسين. فخلينا نخليه يبدأ مثلا من حمسين الف. لحد ميتين الف. كده اللاين بقى شكله افضل شوية. وبقى كده مش محتاجينه. لحد دلوقتي احنا عندنا لحد جون تونتي ون. فخلينا احنا مسا عايزين نعمل فوركاست لحد اخر السنة. عايزين نشوف بتاعنا هي بقى عامل ازاي لحد اخر تونتي تونتي ون. عشان نعمل كده بنروح هنا على الاناليتكس. وبعد كده ننزل على الفوركاست هنا. وندوس اد. قبل ما ندخل في الموضوع ده عايز اعرفكم ازاي الباور بي اي بيام الفوركاست. والباور بي اي هنا بيستخدم حاجة اسمها والباور بي اي هنا بيستخدم حاجة اسمها لو حد دارس او بالموضوع ده فده احد الاساليب اللي بتستخدم في واللي انت محتاج تهرفه عن او الفرقة حتى بينه بين الموفينج افريج العادي ان بيبدي نفس الويت لكل اللي عدت قبل كده. في حين ان بيبدي ويت اعلى للفترات الاحدث. يعني مسلا هو بيعمل هنا هيبدي ويت اكتر لاقرب شهور من الويت اللي هيديه للشهور الاديم او. لو انت مسلا عندك ده هنا بتاعة عشر سنين. فهو ممكن يتجهل الترند اللي كان بيحصل في اول سنة او سنتين. في حين انه يدي ويت اكتر للترند اللي حصل في الفترة الاخيرة. ده مع الاخذ في الاعتبار برضو ان هو بياخد في اعتباره وعلشان كده دي احد اللي موجودة في الموضوع. لو انت حابب تقرأ اكتر عن الماثود دي ممكن تعمل عليها وهتلاقي كتير موجودة الانترنت. خلينا نبدأ بتاعنا وزي ما قلت لكم اول حاجة هنا هو بيسألنا انت عايز تعمل لها فوركاست. فاحنا هنا عايزين نعمل فوركاست لحد ديسمبر تونتي ون. فخلينا نقول هنا ان بتاعتنا هي المونس. والعدد سيكس. وندوس الاول تمام. هو هنا اعمل بس لو تلاحظوا ان هو وده علشان احنا لسه ما حتناشش اعتبرنا السيزوناليتي سو فار. والسيزوناليتي هنا هو بيسألك انت عايز تاخد السيزونالي بتاعت فترة قد ايه في الماضي. فالطبيعي ان انت بتحاول تاخد فل عندك عشان تبقى يخدت كل يعني لو انت مسلا الشغل بتاعك في او في في فانت تبقى عايز مسلا تاخد السنة كاملة علشان كل اللي موجودة عندك تبقى انت اخدتها في حزبانة. فاحنا هنا بما ان احنا عندنا شهور. فانتضرروا ان احنا عايزين ناخد مسلا تويلف بوينتز. فتدوس تويلف وبعد كده تدوس ابلاي. فتلاقي عندك ان الداتا بدأ يظهر لها ترند واضح. بعد كده عندنا وده برضو مصطلح في الاستاتيستيكس. لو حد مش بالمصطلح ده فده معناه ان هو بيسألك انت عايز تبقى ادي ايه في الرينج اللي هو هم اديه لك. يا احنا لو بصينا على اي بوينت هنا. مسلا البيوت دي بتاع الجولاي. هو بيهلك ان الفركاست هنا هيبقى مية وحداشر الف. او بمعنى اخر هو بيقول لك ان في جولاي بتاعك هتراوح ما بين سبعة وتمانين الف تلتمية وستة ومية خمسة وتلاتين الف متين وستة. هنا بتقول ان احنا لو جربنا نفس الموديل ده على خمسة وتسعين في المية من المرات الرقم هيطلع في الرينج ده. وبالتالي انت لو عايز تبقى اكتر في بتاعتك ممكن ترفعها مسلا لتسعة وتسعين في المية. بس لو دست مسلا تسعة وتسعين ودست ابلاي هتلاحز هنا ان الرينج بتاعك زاد. وده منطقي لان انت دلوقتي بتقول له انا عايز انا عايز ان الرقم يطلع برا الرينج واحد في المية بس من المرات. وبالتالي هنا هتلاقي ان بتاعك بقى تسعة وسبعين الف بدل تلاتة وتمانين الف والابر باوند بقى مية اتنين واربعين الف بدل مية خمسة وتلاتين الف. ونفس الكلام لو انت قللت لو قلت مسلا ان انا عايز بقى بس وعملت هتلاقي ان الرينج بتاعك قل. خلينا نسيبها على خمسة وتسعين في المية. ونرجع نعمل تاني. وبعد كده عندنا حاجة اسمها اجنور لاست. اجنور لاست بيه تسمح لك ان انت تتجاهل اخر عدد معين من البوينت. يعني مسلا هنا لو انا قلت له اجنور لاست فور منس. ودست ابلاي. هتلاقي بدأ الفركاست من اول فبراور اللي احنا قريدي عندنا دي تالية. وده انت ممكن تستخدمها عشان تشوف قد ايه الموضل قريب في الفركاست بتاعه. يعني لو بست مسلا على مارش هتلاقي ان كانت موجودة كانت مية تمانية وعشر الف والفركاست للموضل عمله مية واربعتاشر الف مع ابر باوند مية تسعة وتلاتين واللور باوند تسعة وتمانين الف. نرجع دي زيرو. ندوس ابلاي. بعد كده ممكن تغير بتاع الفركاست بتاعك عشان تخليه مختلف عن الاكشولز. واتس ماست كامن ان الفركاست بيبقى جري. وبردو اللاين ممكن تغيره برضو كامن ان الفركاست بيبقى داطد مش ستريت لاين. والرينج بتاعك ممكن برضو تغيره تخليه فيل او تخليه لاين. او تشيله خالص لو انت مش عايز الرينج عايز بس الاكشول الفركاست. والمسلا لو انت مختاره فيل ممكن تغير بتاعته. واحنا نخليها نرجع للكونفرنس خليه سيفينتي فايف برسنت بس وندوس ابلاي. احنا مش عايزين يدينا رينج كبير. ودي طريقة سهلة وسريعة في ممكن تعمل بها فركاست لاي فترة زمنية انت عايزها. نوت بس سريع ان انت لازم يكون عندك عشان تقدر تعمل لو انت مسلا عندك بتاعت شهرين. الفركاست ده مش هيزار عندك خالص. نفس الكلام لو معمول للديت هنا مش هتظار عندك الفركاست لازم تشيل الجروبين. وطبعا الطول دي هتبقى مفيدة جدا. وانت بتعمل لو انت بسا بتاخد فيدباك او انبوت من ديفرنت دوبارتمنت ممكن تكروس تشيك الديتا اللي هم بعتنها لك مع الفركاست اللي الموديل عمله. وتشوف ايه و ايه السبب فيها. بس مهم جدا ان انت تكون فاهم البزنس كويس وقدر تعرف اللي موجودة فيه. عشان تقدر تحدد هال الترند بيميك سنس ولا لا. خلاني اعمل شوية هنا. نروح على الفرمات. خلاني نشيل الواي اكسز اعمل اون شيل مع كده اعمل اوف تاني. ممكن تغير الكالر لو عايز. بتقدر تحط الديتا لابل. وتغير التايتل. سميه نسا عند وديو تونتي وان سيلز فوركاست. تغليف النص. حط بكراوند. تقدر برضو تحط ترند لاين. لو عايز. تعلم على تشارت. ورجع على تاني. عندك هنا ممكن تعمل اد لترند لاين. ممكن تغير بتاعه. حاجات كتير ممكن تعملها. انا بنتكلم عليها في فيديوهات جاية. بس انا حبيت بس تديكم على في الفيديوهات الجاية ان شاء الله ممكن نجيب ونبدأ نعمل عليها وممكن نعمل حاجة تانية كمان. ممكن نتأكد من مدى قوة الموضل بان احنا نعمل فوركاست من لديتا. احنا وردي عارفينها. يعني مسلا نجيب داتة شركة. يعني مسلا نجيب داتة شركة من الفين وعشر الالفين وعشرين. بقية نستخدم اول خمس سنين من الفين وعشر الالفين وخمستاشر. عشان نعمل فوركاست للفترة من الفين وخمستاشر والفين وعشرين. وبعد كده نقارن الفوركاست ده بالاكشول ديتا. ونشوف قد ايه الموضل كان قريب من. آآ وبكده يكون انتهى الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى تكون استفدتم وتعلمتم حاجة جديدة. لو عندك اي استفسار بخصوص الفيديو ده سبهولي في تحت. ولو عندك اي افكار بخصوص الفيديوهات اللي جاية. برضو سبع لي في وان شاء الله حاول اعملها. واشوفكم في الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.